اشتركوا في القناة الشوك اقلقني وصوت حادي الحج عبادة وسلوك الحج عبادة وسلوك يصحبكم فيه اعدادا وتقديما فضيلة الشيخ الدكتور خالد ابن عبدالله المصلح واخراج عبدالله ابن بارك الدوسري البرنامج بالتعاون مع وزارة الشؤون الاسلامية والاوقاف والدعوة والارشاد الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضعه احمده حق حمده لا احصي ثناء عليه وكما اثنى على نفسه واشهد ان لا اله الا الله شهادة ارجو بها الفوز بالجنان والنجاة من النيران واشهد ان محمد العبدالله ورسوله صفيه وخليله خيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى اثره باحسان اليهم الدين اما بعد فاهلا وسهلا ومرحبا بكم ايها الاخوة والاخوات في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الحج عبادة وسلوك في هذه الحلقة ان شاء الله تعالى سنتناول موضوعها وهو الحج نظام نعم الحج نظام ان الحج نظام في تشريعه فاق كل الانظمة وفاق كل التشريعات في مثل هذه التجمعات الحج فرضه الله تعالى ابتداء على المستطيع بين الحكمة من فرضه فقال جل في علاه ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيها آيات بينات مقام ابراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين إن لمحة عجلا في تدبر آيتين الكريمتين يبدو جليا ما في الحج من نظام إن الله تعالى قبل فرض الحج وطلبه بين السبب الباعث له لماذا نحج البيت الحرام إننا نحجه لغاية وقصد إن هذا المكان استفاه الله تعالى قدرا واختاره كولا بأن جعله أول مكان يعبد فيه في الأرض إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا فنحن نقصده لكونه أول بقعة عبد فيها الله عز وجل ولما فيه من البركة ففيه من البركات والخيرات ما من أجله شدة الرحال وأتعبت الأبدان لإدراك تلك البركة وذلك الفضل وهدى للعالمين ففيه من الهداية للقريب والبعيد لمن شهده ولمن سمع عنه ما جعله ليس هداية لفئة من الناس إنما هو هدى للعالمين من الإنس والجن القريب والبعيد من شهده ومن لم يشهد هدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم وهذا مما حفظه الله هذا المقام الذي قام عليه إبراهيم في بناء البيت قبل ألاف السنين وقبل الزمن البعيد وفي الزمن السحيق الماضي قام عليه إبراهيم ما زال باقيا إلى يومنا هذا وهذا من آيات حفظ الله لهذه البقعة وحفظ الله لهذا المكان أن حفظ هذا الحجر الذي قام عليه إبراهيم عليه السلام في بناء البيت إن الله عز وجل قال فيه آيات بينات وذكر منها آية من الآيات مقام إبراهيم ومن دخله هذا من آياته كان آمن ولا أمن إلا بنظام ولا أمن إلا بسكينة ولا أمن إلا برحمة ولا أمن إلا بهداية إنه تأمين قدري وتأمين شرعي فأمن الله تعالى من دخله قدراً في زمن كان الشرع غائباً فلما قام الشرع كان التأمين الغالب للشرع فنهى الله تعالى عن قتل صيده ونهى عن تنفيره ونهى عن التعرض للشجر وأيضاً التعرض للصيد فالشجر لا يعضد والشوك لا يغتلى وقد قال صلى الله عليه وسلم ببيان تأمين هذه البقعة إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض ولم يحرمها الناس ببيان لعظيم التحريم وكبير التأمين الذي اختصت الله تعالى به هذه البقعة هذا التحريم جعل هذه الشريعة تسن من التشريعات والأحكام ما يتحقق به هذا التأمين فكان من ذلك ما ذكرتم من تحريم الصيد وقطع الشجر وكذلك تحريم المال فلا تحل لقطتها إلا لمنشد هذه نماذج من التشريعات التي حققت هذا النظام في هذه البقعة والحج نظام في تشريعه فقد شرعه الله تعالى للمستطيع نظام في زمانه ومكانه فجعل الله تعالى له من المواقيت الزمانية ما لا يشرع الحج إلا فيها فقال الحج أشر معلومات فمن فرد فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وجعل له من المواقيت المكانية ما يكون الإحرام من فبين حال من خارج هذه المواقيت ومن في هذه المواقيت ومن دون هذه المواقيت ومن كان من أهل مكة كل هذا لبيان تنظيم العبادة واستيعابها لأحوال الناس واختلاف منازلهم فحدد النبي صلى الله عليه وسلم المواقيت المكانية بخمسة مواقيت وهي ذو الحليفة والجحفة وقرن المنازل ويلملم وذات عرق وهي المواقيت إلى الآن موجودة معروفة مشهودة يحرم منها الحجاج من كان من غير هذه المواقيت بيّن النبي صلى الله عليه وسلم كيف يحرم فكان يحرم من حذوها كما جاء عن عمر رضي الله عنه وبين النبي صلى الله عليه وسلم حال من دون هذه المواقيت فمن كان دون ذلك مهله من حيث أنشأ ومن كان في مكة فمهله من مكة في الحج وأما العمر فيخرج إلى الحل هكذا يتضح نظام الحج في مكانه وفي زمانه وفي أيضا أعماله فابتداءا ذكرنا أنه فرضه على المستطيع ثم في الفعل يحرم من الميقات يتجرد من اللباس يلبس لباسا معينا يمتنع من محظورات الإحرام يقوم بواجبات محددة زمانا ومكانا كل هذا يحكس في نفس المؤمن النظام ويعوده على التزامه ويحثه على انتظام أعماله وأن لا أكون في ذلك عشوائيا بل يمضي في ذلك على سنن واضح بيّن في هدفه وغايته وفي عمله وفعله وبهذا يتضح ما في الحج من نواحي التنظيم التي ينبغي أن يراعى فيها أمر الله تعالى وأمر رسوله ولذلك حتى في المضايق وجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى السكينة فلما دفع من مزدلفة وهو موطن يكون فيه الناس مقبلين على المشعر الحرام مشفقين راغبين طامعين في إدراك ذلك المنزل وقد أمضوا يومهم في عرفة فيخرجون متدافعين ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى من الناس العجلة قال ليس البر بالإضاع أي ليس البر بالسرعة والتدافع وتحريك السير على وجه يحصل به ضرر إنما البر في طاعة الله عز وجل وفي السكينة لذلك كان يقول صلى الله عليه وسلم السكينة السكينة فليس البر في الإضاع يعني يلزموا السكينة في قلوبكم وهو السكون والطمانينة والخشوع والخضوع وفي أفعالكم بأن لا تؤذوا أحدا لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يسير فإذا وجد مكانا فارغا وفجوة ومتسعا أطلق لناقته العنان في السير والاندفاع فإذا حصرت تضايق والزحام كفها وحجزها وهكذا ينبغي أن يراعي الإنسان حال الناس وحال المسير حتى لا يؤذي أحدا ولا يتأذى بمسيره الحج يرعى فيه النظام فينبغي لكل مؤمن أن يحرص على تجنب ما يخل النظام سواء كان ذلك في تصاريح الحج أو كان ذلك في أماكن النزول والافتراش أو كان ذلك في أنظمة السير أو كان ذلك فيما كان من شأن الحج يجب على المؤمنين أن يتعاونوا في تحقيق هذا النظام وعلى المحافظة على سلامة الحجاج وتحقيق الغاية منه في تحقيق العبودية لله عز وجل واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم دون إشقاق ولا عناء ولا خروق لما جاء من ترتيب وتنظيم أسأل الله تعالى أن يحفظ الحجاج من كل سوء وشر وأن يبلغهم مقاصدهم وأن يجعله حجا آمنا مطمئنا وأن يعيد الجميع وقد فازوا بجنة عرضها السماوات والأرض فازوا بحط السيئات فازوا بالعطاء من رب كريم يعطي على القليل الكثير وإلى أن نلقاكم في حلقة قادمة من برنامجكم الحج عبادة وسلوك أستودعكم الله الذي لا تضع وداعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته